في رحلتها الطويلة منذ نشأتها في عشرينيات القرن الماضي تغطو جماعة الإخوان المسلمين في اندفاعة جديدة نحو معالجة التحديات المستقبلية التي تبدو شاقة سلسلة من الهزات والانتكاسات والانقسامات خرقت هيكل التنظيم الإسلامي وجعلته في محطات كثيرة خارج المشهد السياسي العام رغم منها التجارة السرية ورغم نجاحها التاريخي ورغم نصداقيتها إلا أنها ليست هي كل ممكن فهناك صور أخرى ممكنة في ميزان السياسة وضع صلاح عبدالحق الذي انتخب قبل أيام قائما بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين خطابا مغيرا وتجديديا عندما اعتبر أن الصدمة في العلاقات بين السلطات ليس قدرا مقدورا ورغم أن عبدالحق الذي خسر الدعم المطلق بعد رفض جبهة إخوان اسطنبول انتخابه لفت إلى أن من يمد يده للإخوان لن يجد منهم غير الوفاء ومذكرا بمواقف مؤسس الجماعة حسن البنة بعدم تفضيل العمل السري والحفاظ على هيبة الحكومات مواقف عبدالحق وضعت الجماعة المكبلة بالأزمات أمام واقع جديد ولسيما أن خيوطها تقاطعت مع انتخاب قيادات جديدة وبروز خطابات متجددة بعد عشرية النار التي أدت الجماعة دورا واضحا فيها ووضعت بعض الدول العربية تحت أكوام من النكبات والحروب التي لم تندم الجروحها بعد محاولة رفع جماعة الأخوان متلازمة العنف عن صورتها المتداولة تتزامن مع أزمات متلحقة في هويتها وشرعيتها وعضويتها أشار إليها كتاب صادر باللغة الإنجليزية تحت عنوان أواصر ممزقة الأزمة الوجودية للأخوان بين عامي 2013 و2022 عن مركز بحثي أمريكي مقره نيويورك مشهد يحاول أبناء بعض قيادات الأخوان في الغرب كسر نمطيته من خلال العمل على إنشاء مراكز حقوقية ومؤسسات تختص بقضايا الحريات لاستقطاب وتجنيد الشباب المصريين والعرب وتشكيل بنية تنظيمية جديدة من شباب الجماعة في الغرب وتسهيل تواصلهم مع المؤسسات الدولية وتقديم صورة جديدة وعصرية عن الأخوان